اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من برنامج العقاركم هذا البرنامج الذي تتابعونه عبر قناة الوطنية طبعا كما عودناكم من خلال هذا البرنامج نتطرق إلى مواضيع في مجال العقار والبحث عن الحلول أيضا إذن مشاهدين الكرام نتناول في عدد اليوم عدل ثلاثة رفع قيمة السكن مقابل رقمنة الاكتتاب وتقليص أجال الإنجاز حيث لقي إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إطلاق طبعة الثالثة من برنامج عدل من ولاية الجلفة خلال عام 2024 وتحديد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي السوداسي الأول من السنة لإنطلاقه لقي ترحيبا كبيرا لدى الفئات المتوسطة وزارة السكن على قدم وساق عن طريق فوج عمل خاص من أجل تحيين المراسيم التنفيذية وإعطاء دفع جديد لهذه الصيغة مع مراعاة الارتفاع الذي تشهده أسعار مواد البناء وتعول وزارة السكن أيضا على رقمنة عملية الاكتتاب بنسبة 100% أي بصفر ورقة كما تعتزم التقليص أجال الإنجاز إلى ما بين 18 أشهر ولمناقشة هذا الموضوع وأيضا مشاهدين الكرام وإمكانية تجسيد هذه الأهداف والتأثير الذي يمكن أن يحدثه إطلاق هذه الصيغة الجديدة أسعد باستضافة الأستاذ مراد حسين مهندس معمري أهلا وسهلا بك أستاذ معنا شكرا لك على تلبية الدعوة كما أسعد مشاهدين الكرام أيضا باستضافة الأستاذة عائشة دريادي مفتجة مركزية في أملاك الدولة والحفظ العقاري متقاعدة ورئيسة اللجنة الوطنية لتسيير العقار والاستثمار على مستوى الاتحاد الوطني لرؤساء المؤسسات أهلا وسهلا بك أستاذ شكرا جزاكم الله خير بارك الله فيك العفوة وشكرا لك مرة ثانية على تلبية الدعوة إذن مشاهدين الكرام كما عودناكم من خلال هذا البرنامج لكل إعلاناتكم العقارية مع عليكم سوى الاتصال بنا عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة وهو 055-73-67-51 وأيضا لكل انشغالاتكم مع عليكم سوى الاتصال بنا بنفس الرقم والآن نتابع سويا هذا الإعلان التالي بعدها نعود لن لهم بروموسيون تعرض عليكم شققا متكونة من غرفتين زائد مطبخ وحمام شقق من ثلاث غرف زائد مطبخ وحمام بمساحات مختلفة وشقق متكونة من أربعة غرف زائد مطبخ وحمام في برج كيفان إذن مشاهدين الكرام تبعنا سويا ركن إعلانات عقارية ومن ركن إعلانات عقارية نمر سويا وإياكم ومع ضيوفي في البرنامج إلى متابعة ركن أخبار السكن مع برصة العقار بعدها نعود لنقاش موضوع عددنا لنهار اليوم أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى أخبار السكن في المستهل صرح وزير السكن والعمراني والمدينة محمد طارق بالعريبي أنه تم منح برنامج سكني هام بمختلف السياغ لفائدة ولاية بشار البرنامج الجديد يضم 500 مسكن اجتماعي و500 مسكن من الفياء و1226 إعناء مالية موجهة للسكن الريفي و1472 إعناء أخرى للمستفيدين من قطاع الأراضي للبناء في إطار برنامج التجزئات الاجتماعية ومن وهران تم مؤخرا الشروق في إنجاز 580 وحدة سكنية من صيغة الترقوية المدعم ببلديتي صغرين التي تتمثل في 550 وحدة سكنية و40 وحدة في الثانية تم تحويل 394 وحدة سكنية مسجلة ضمن البرنامج الموجه للقضاء التدريجي على السكن الهش عبر 6 بلديات بعينتي موشنت إلى صيغة السكن العمومية الإيجارية وتشمل الحصة السكنية 200 مسكن ببلدية حمام بحجر 80 ببلدية شعبة الحم و44 وحدة ببلدية عين طلبة و33 مسكن ببلدية حاسي الغلاء و27 ببلدية عين لاربعة بالإضافة إلى 10 سكنات ببلدية وادي برقيش وفي ذات السياق أشرف والي ولاية المسيلة نجم الدين طيار على تسليم مقرارات ومفاتح لمستفيدين من حصة 82 مسكن بمنطقة بوليحة والموجه للقاطنين في السكنات الهشة وبهذا مشاهدين الكرام نترككم مع برصة أسعار العقارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع برصة العقار والآن نتابع هذا التقرير حول عدل الثلاثة رفع قيمة السكن مقابل رقمنة الاكتتاب وتقليص أجال الإنجاز عدل ثلاثة مشروع لطالما طال انتظاره باعتباره المشروع السكني الأكثر ملأم للطبقة المتوسطة حيث أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن انطلاقه بداية العام المقبل سنة 2024 الأمر الذي أعاد الأمل لشريحة واسعة من الجزائريين للحصول على سكن التسجيل الإلكتروني للمكتتبين هو من بين أهم شروط الاكتتاب بسفر ورقاء كما تنحصر عملية التسجيل الإلكتروني على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي وعلى الرغم من أعلان وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي أن أسعار شقاق عدل ثلاثة ستتغير قيمتها مقارنة بسغتي عدل واحد وعدل اثنان بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وقيمة اليد العاملة إلى أن التسهيلات في عملية الدفع الذي يمتد على مدى 25 سنة تجعل الجزائريين يوجهون أعينهم نحو هذه السيغة السكنية إذن مشاهدين الكرام كما تبعتم معنا في هذا التقرير حول موضوع عددنا لنهار اليوم وهو عدل ثلاثة رفع قيمة السكن مقابل رقمنة الاكتتاب وتقليص أجال الإنجاز وهذا موضوع مهم جدا مشاهدين الكرام يهمكم أنتم ويهمنا أيضا نحن ولهذا خصصناه في عدد اليوم إذن أبدأ معك يا الأستاذة عائشة دريادي كان رئيس الجمهورية قد أعلن من ولاية الجلفة عن إطلاق عدل ثلاثة في السوداسي الأول من سنة 2024 كما ذكرت أيضا في المقدمة وزير السكن يكشف أيضا من ولاية بشار أن فوج عمل شرع في تحيين المرسيم التنفيذية لتتلاءم مع أهداف الصيغة الثالثة من برنامج عدل في نظرك أستاذة ما هي الجوانب المهمة التي يجب إدخالها على المرسيم الجارية وما الذي أيضا يستدعي تحيين المرسيم التنفيذية تفضلي شكرا برك الله فيك المشروع هذا عدل ثلاثة سيكون عنده وقع مهم جدا على الشريحة كبيرة من المواطنين الجزائريين خاصة الشريحة الوسطى مهمة الأغلبية دائما نعود أن نرجع للتسيير والمراسيم والقوانين والقرارات الصادرة في هذا المجل يعني كي مشينا في عدل واحد وعدل الثنين لازم نأخذ التجربة من عدل واحد وعدل الثنين باش نيفيتي والانتفادا والمشاكل باش تكون الصيغة الثالثة يعني أكثر إيجابية بالنسبة لي ما سبقها المرة الأولى والثانية كانت المرة الأولى كتجربة والحمد لله يعني كانت ناجحة فعلا نجاح كبير جدا الآن في الصيغة هذه لنا رايحين نكملوا النقائس كما رقمنا حاجة مهمة جدا والحمد لله لذلك المواطن راهو المهم أن المراسيم كان عندنا المرسوم أو القرار المؤرخ في 23 يوليو 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبة شراء هذا النوع من السكانات من بعد مراهج القرار المؤرخ في 30 أوت 2021 نشوف القرار 30 أوت 2021 فيه ربع مواد فقط المادة الأولى تقول بلي هذا القرار يعدل يعني ضمنيا ما عندوش حاجة كبيرة المادة الثانية عدلت المادة التاسعة من قرار 2021 والمادة الثالثة عدلت المادة عشرة والمادة الرابعة تقول بليون شرف يعني قرصو مودو يعني بصفات عامة هذا القرار الثانية 2001 عدل الزوج مواد في القرار 2021 عدل الزوج مواد في القرار 2021 فقط علي أهلي أنه أنا نشوف باللي الدراسة باش نديروا يعني هذي نقولها دايما باش نديروا قرار ولا مرسوم القانون يجيب لك بصفة عامة وش أنا رحي نديروا نعم أستاذ فقط أقاطعك بسبب الاتصال لأن المخرج يقول معنا اتصال هاتفي بعدها نعود لنكمل من النقطة التي كنتي فيها إذن نستقبل أول اتصال ألو مساء الخير ربما انقطع الاتصال إذن مشاهدين الكرام أذكركم لكل اتصالاتكم أو انشغلاتكم وأسئلتكم أيضا حول موضوع عددنا لنهار اليوم ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر رقم الظاهر أسفل الشاشة وهو 055-73-67-51 إذن أعود إليك أستاذة لنكمل في هذه النقطة بالبطة كما كنت أقول القانون يجيب بصفة عامة وش المشروع اللي نديره وبعد يجيب المراسيم التنفيذية تعليمات كيفش نطبق القانون بصح القانون لو كان ما نكونش درسنا القوانين السابقة بطريقة دقيقة رح نقع في مشاكل نفسها أو رايح نزيد نقع في مشاكل أكبر من اللولة وحن تذكرت أستاذة طبعا كما سألتك منذ قليل المراسيم الجارية وأيضا كل النقاط التي أوضحتها حول السؤال الذي طرحته لك شكرا لك أستاذة إذن أعود إليك الأستاذ مراد حسين مهندس معمري تطرقت الأستاذة إلى المراسيم التنفيذية الجارية حول تحيين هذه المراسيم كما ذكرت إذن الآن يتم على مستوى وزارة السكن إعداد ورقة طريقة يعني لتنفيذ التزام الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون بإنجاز عدل الثلاثة أنت كمهندس معمري أستاذ ما هي الشروط التقنية والعلمية الواجب توفرها لانطلاقة حسنة لهذا البرنامج الجديد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على هذه الاستضافة ونتمنى أن نكونوا فقط أستاذ المخرج يقول معنا اتصال هاتفي نعود إليك بعد قليل أستسمحك ألو مساء الخير مساء النور من معنا ومن أين ومعكم سيليام العاصمة سيليام العاصمة أكيد ركي تتبعي فينا وعندك سؤال حول موضوعنا لعدد اليوم تفضلي نعم ما عندي سؤال بس لما نكون في العاصمة هنا ورث قطعة أرض في الجلطة هي قطعة فلاحية إذن تقصي هل يحقلت جل في عدل الثلاثة؟ طيب سيليا أبقى معنا راح تسمعي الإجابة من طرف الضيوف في البرنامج طيب أساتي إذا سمعت سيليا تقول أنه هي تسكن في ولاية الجلفة يعني تسأل إذا كان ممكن أنها تستفيد من السكن عدل الثلاثة طيب من يجيب حول السؤال؟ تفضلي أستاذ شكرا بركة الله فيك نشكر المتدخلة على المشاركة في الحصة هذه سؤالها تردد كثيرا عندها قطعة أرض في لاحية في الجلفة وهي تسكن هنا في العاصمة وحبة هل يمكن أن تسجل في عدل الثلاثة؟ نعم ورثة قطعة أرض هي تقول ورثتها المهم لديها يعني ورثتها أو شرتها صح شكرا للتذكير المهم القانون يقول إذا كان عندها ملكية تامة أو كاملة لعقار أو لمسكن هنا اللي نهضر على تحديد المفاهيم القانون يقول إذا عندها مسكن بكامل الملكية ما تديش ما تشركش هي تسجل لأنه بصحة رغم ذلك نذكر إخواننا في وكالة عدل والمواطنين أنه رام يرفضوا للناس اللي عندهم قطعة أرض في لاحية حتى اللي عنده عقد امتياز في أرض في لاحية رام يرفضوا للتسجيل في عدل وهذا خطأ كبير عندها أرض في لاحية في الجلفة يمكن أن تسجل بموجب القانون يلاجع في العدل الثلاثة هذا التفصيل هذا بالذات ويقول بالليل اللي عنده قطعة أرض في لاحية ما يسجل شخص شيء آخر يعني حتى نجاوبها أكثر على السؤال يعني هي تقدر تسجل في عدل الثلاثة من المفروض تقدر تسجل شكرا لك أستاذ إذن أعود إليك الأستاذ مراد حسين مهندس معمري كما ذكرت أو طرحت عليك السؤال منذ قريب فقط الإجابة على السؤال لو سمحت شكرا نعم طرقتي هنا يا أنه ما هي الشروط التقنية والعملية نعم لإنجازها للمشروط نعم كما نعلم بأنه الشرط الأول والأساسي هو العقار نعم بدون عقار لا يمكن أن ننجز هذه المشاريع من العقار هذي يجب أن يكون خالي من كل العلاق الإدارية نعم واحدة والتقنية اثنين أما بالنسبة للإدارية الإدارية تكون طبيعة قانونية للقطعة الأرضية تكون ملكة للدولة نعم لأنه فيها إجراءات إدارية حتى تصبحها لتنقل الملكية إلى يجب أن تكون ملكة للدولة نعم والثانية وتكون غير فلاحية مشكلة الأرض الفلاحية رأي محمية من طرف الدولة وعدم البناء عليها نعم هذه وكذلك ما يجب أن تكون تابعة للبلدية حتى نسرع في الوترة ما وش معلتها موش ممكن لا تقدر بلدية تتمدل ولكن الإجراءات الإدارية حتى تصبح تغيير الملكية طول نعم هذا فيه موشكل بيروقراطي حادة فكي يجب القضاء عليه نعم كذلك ما تكون تابعة للملكية على الغابات حتى نقول فلاحية كذلك وهبات هذه من الشروط الإدارية أما التقنية نعم حتى نقص من كلفة السكن يجب أن نتفادى الأراضي المنحدرة ونتفادى كذلك الأراضي اللي لأبورتوس ديصال التحي كنت ترفابل مع أنت الأساسات راح تكون لنا بزاف وهذا من ناحية التقنية ومن ناحية الإدارية نعم شكرا لك أستاذ أظن أني كنت مختصر حتى نوصل المعلومات نعم وهذا هو هدف البرنامج إصالة المعلومة الصحيحة للمواطن والمخرج يقول معنا اتصال ألو مساء الخير ألو مساء النور أنوار من معنا ومن أين إلياس من تونس من تونس أهلا وسهلا بك إلياس وبكل أشقاءنا في تونس أكيد أنت تتابع في البرنامج وعندك سؤال حول موضوع عدد اليوم تفضل وخاصة بما أنه اليوم أنت من تونس وهو الاتصال يجينا من تونس اليوم تفضل إذن تفضل أنا جزائري عايش في تونس كنت معت رئيس الجمهورية أطلق عدلة ثلاثة حبيت نعرف إنجليا زائر ونسجل حبيت نعرف من الضيوف في البرنامج إذا نقدر نسجل ولا ما نقدرش معنا إلياس من الشقيقة تونس رح يجوبك ضيوف على الإجابة إذن اسمات أساتذة إلياس من تونس كما رأنا نتابع إعلان رئيس الجمهورية عن انطلاق عدل ثلاثة رأهم لقى ترحيب كبير من طرف المواطنين حتى اليوم رأهم المواطنين من خارج الوطن رأهم يتسألوا الجزائريين إذا كانوا يقدروا يسجلوا ولا ما يقدروش شكون فيكم يقدر يجاوب تونس عفوا إلياس من تونس على السؤال ربما أستاذ عائشة تفضل مرحبا بالأخ جزائري ومقيم بالغربة يعني غيره من الجزائريين مقيمين بالغربة كامل عندهم الحق في تسجيل نقول له مرحبا بك ونهار اللي يتفعل ذركها مع الرقمانة يقدر يتصل من حيث المكان اللي رأى فيه يدخل للسيت المنصة الرقمية وكالة عدل ويصيب كل التفاصيل ومرحبا بك في أي وقت يقدر يسجل يعني يقول له الإلياس من تونس تقدر تسجل جيل جزائر وتسجل عادي خاصة كما كان قال وزير السكن أنه عن طريق الرقمانة يقدر اليوم يسجل وربما من تونس يسجل مباشرة يسجل من هناك مباشرة يدخل للمنصة منصة الرقمية لسيت التحرم عدل ويسجل بإذن الله ويلقى قاعدة تفاصيل الممكنة لتما نعم شكرا لك تفضل إخواننا اللي راهم في المهجر ينطلق من منطلق أنهم جزائريين والدولة الجزائرية وفرت هذه المساكل وإذا كان حتى الدولة إذا كان استطعتها أنها تدير استثناء لهذا الناس وذرسهم بطريقة أخرى أو تعتمد أسليب أخرى هذا شيء جميل يعود يعطي مصداقية أكثر لدولة الجزائرية طبعا شكرا لكم نعم شكرا لكم أساتذة إذن أعود إليك الأستاذة عائشة دريادي سؤال آخر نتحدث دائما حول برنامج عدل ثلاثة إذن أستاذة هذا البرنامج يعني ربما هو من البرامج الأولى التي أدخلت جزئيا عملية الرقمنة وكما ذكرنا منذ قليل حول الاتصال الياس من ولاية تونس هذه المرة تقرر أن تكون هذه الرقمنة كلية من عملية الاكتتاب إلى غاية اقتناء السكن في رأيك أستاذة هنا كيف ستتم ذلك أو كيف سيتم ذلك وكيف يمكن الاستفادة أيضا من تجربة عدل واحد وعدل اثنين في هذا المجال خاصة وأنت ذكرت أن عدل واحد وعدل اثنين كانت هذه البرامج ناجحة خاصة واليوم نرى أن نشوف إدخال الرقمنة ربما يكون هناك نجاح مختلف في هذه المرة كيف ترين هذه الحالة تفضل شكرا برك الله شوفي عملية الرقمنة في وكالة عدل كانت من بين اللي كانت هي الأولى العملية الناجحة بحيث أنه مرة وقل في تسعيام جوزه مليون ومئتين ألف ولا مليون ومئتين مكتتب ومشاء الله ونشوفه كين المنصات الرقمية اللي دارتها من ذاك الوقت يعني من اللي بدأوا العملية اللي راي في إطار موش كبير بزاف كين شوفي كين منصة تحجز مواعيد الاستفسار كين دركها على البالك باللي حتى الموعد حتى طلب موعد رونديفو يندل عن طريق الهاتف نعم في أي مكان يكون يفضل ولا في المكتب ولا يدخل يدومون دي آن رونديفو يعطوه له يروح على الحساب الرونديفو اللي يساعده ما بين 12 الوحدة ما بين الربعة المهم عملية ناجحة جدا كين منصة تحجز المواعيد منصة خاصة بمعالجة الطعون منصة خاصة باوامر استخراج أوامر الدفع نعم اختيار المواقع استلام شهادة تخصيص دفع الأعباء ثاني كين منصة رقمية هذا دليل على نجاح العملية هذه والآن رهم يسعاه باش ينقائس كل ما يظهر نقائس يزيدوا يطوروا عملية الرقمنة لتلبي حاجة المواطن يعني الرقمنة أنا في الإطار في مشروع عدل ما عنديش إضافة فقط بعض الأمور الصغيرة اللي رهم أدراء ورهم قيمين بها ما شاء الله نعم شكرا لك أستاذة إذن معنا اتصال ألو مساء الخير ألو السلام عليكم السلام من معنا ومن أين تتابعنا معكم عبد الرحمن من عين الدفلاء أهلا وسهلا بك عبد الرحمن وبكل سكان عين الدفلاء أكيد أنت تتابع فينا وعندك سؤال حول الموضوع أتفضل أكيد حبيت سخصيكم باركة على السكانة التعناضية عدل أنا عندي سفة مقبل من السكان الاجتماعي أسكن أقدر نسجل في العدل كيف تفتحه لما نفتح يبقى معنا عبد الرحمن راح تسمع الإجابة من طرف الضيوف في البرنامج ربما أبدأ معك الأستاذ مراد حسين تجيب على سؤال عبد الرحمن من ولاية الجزء عبد الرحمن عفوا عين الدفلاء عين الدفلاء نقول له لك الحق الاستفادة مرة واحدة نعم لوش يقول القانون استفاد الآن من 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 سكن اجتماعي نعم ما نظنش يعني راح تكله إمكانية أنه يستفيد من سكنات عدل يعني احنا نقول له الا في حالة استثنائية يتنازل عن المسكن اللي عنده ما يكفيه ويحب يوسع ذا روح ودي ما نقدرش نقول لك نعم اذا نحنا هذا هو الجواب اللي كان عبد الرحمن اذا كان يقدر يتنازل على السكن ويسجل في عدل ربما يستطيع قانون كيف تجري لكن لما هو مستفيد من السكن الاجتماعي ما يقدرش يسجل في السكن عدل حسب معلوماتي لا يستطيع نعم شكرا لك استاذ اذا كسؤال لا اخر بالنسبة لموضوع عددنا لنهار اليوم طيب وزير السكن استاذ تعهد بتقليص محتبر لاجال الانجاز ما بين تمانية وعشرة اشهر هل هذا ممكن في نظرك وهل ايضا وعفوا وما هي العوائق التي تقف عادة امام تقدم وطيرة الاشغال بالنسبة لهذه الانجازات وهل ايضا تمكن في عدم توفير مواد البناء ام في تقاعس المؤسسات المنجزة ام في التمويل تفتح شكرا في قضية تقليص مدة الانجاز هي ليست مستحيلة ولكن كان شروط ما هي ربما هذه الشروط الشرط الاول والاساسي هو الدراسات ونظل بانه هالدراسات عموما من السرعة اللي حب الانجاز فيها تروح هالدراسات تبقى متعطلة نوعا ما كان وثيق لتخص دراسات لتخص والدراسات هذه تبدأ من دراسة الارضية الى ان تنتهي الى ان تنتهي في كل اجزائها لما تكون دراسات مضبوطة ومتحكم فيها ممكن الانجاز لانه مرحش يكون فيها عرقيل تقنيا بعد المصيبة اللي توقع في لما تكون دراسات غير مضبوطة رح نوقع في اشغال اضافية مفاجآت لانه الدراسة لم تكن يعني كما نقول يابا يود دو 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 نعم 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 كين النقطة الثانية هذا النقطة المهمة الاولى هي الدراسات النقطة الثانية هي اليد العاملة المؤهلة نعم وربما احنا اليوم رانيشو قعدنا يد عاملة ناقصة ناقصة المؤهلة المؤهلة لكن لانه قطاع البناء تعرف يخدم كل الناس من بروم هي من كذا من كذا والعدل فيها مشاريع ضخمة نعم ضخط فيها الدولة اموال معتبرة كذلك حتى قضية قضية نرجع القضية اسمها المواد مواد البناء الان في حالة لا استقرار لا استقرار في سعر مواد البناء نعم ودفوا تداخل المشاريع من طرابو ببليك وكذا يوجد ندرة مثلا يخلق ندرة دونك يزم مراعاة هذ المشاريع اللي انطلقت على مرة واحدة في الجزائر طيب أستاذ أنت يعني ترى مدة ثمانية إلى عشرة أشهر كافية لإنجاز عدل ثلاثة قلت ممكنة نعم كافية تبقى بيقوسين نعم يعني تبقى مفتوحة تبقى مفتوحة قلت ممكنة وذلك باعتماد تقنيات حديثة نعم شكرا يعني معنا أستاذ فقط أقاطعك المخرج أقول معنا اتصال حاتفي ألو مساء الخير ألو مساء الخير مساء النار من معنا ومن أين معكم ناريمان من تيبازا ناريمان من تيبازا أهلا وسهلا بك أكيد عندك سؤال حول موضوع عدد اليوم تفضلي نعم أحب أن تخفيكم على ما ديالت هو أس كان عباد ما يقدروا شي يسجلوا فيها نعم ناريمان تقلتي إذا كان عباد ما يقدروا شي يسجلوا في رديال ثلاثة ولا شكون هما العباد ممكن توضحين سؤال نعم ناريمان رح يجوبك الضيوف على السؤال إذن أساتذة سمعتم ربما عود لك لائشة دريادي ناريمان تقول شكون هما العباد يعني وللفئات اللي ما يقدروا شي يسجلوا في عدل الثلاثة تفضلي كي تروح نطلع على شروط تسجيل منها نستشف مباشرة يعني مباشرة ما عرفوش كون اللي ما يسجلش اللي استفاد من عنده سكن من استفاد من عند الدولة مقبل ولا عنده سكن كامل الملكية استفاد من مساعدة تعد الدولة هذو الفئات اللي اللي استفاد ما يقدرش يعود إيدي فقط باختصار شكرا لك أستاذ وشكرا لك أستاذ ومازلنا مشاهدنا الكرام متواصلين في البرنامج والآن فصل قصير ثم نعود أهلا بكم مشاهدنا الكرام من جديد لمواصلة عددنا لنهار اليوم في برنامج العقاركم وأذكركم لكل انشغالاتكم واهتماماتكم واستفساراتكم ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة وهو 055 73 67 51 ونحن في خدمتكم دائما وكما عودناكم من خلال هذا البرنامج مشاهدين الكرام النزول إلى الشارع لأخذ أراء المواطنين حول موضوع العدد إذن نتابع سويا أراء المواطنين بعدها نعود صلاة والسلام على الشرق المواصلين إحنا استفسرنا خير بقرار سيد رئيس جمهورية مؤخرا انطلاق وكان أعلنها في ولاية الجلفة انطلاق عدل بلاذة هذا شيء جميل جدا ونستبشره به ونشكره يعني شكر جزيلا لأن هذه الصغة صبحت هي الصغة لأكثر يستفيدونها أكثر المواطنين ذوي الدخل المتوسط العدد هذا هو موجه للطبقة باينة معنا نقول نحن أمال معنا هم معروفين كده بين زوج ملعين وربعمية وحتى العشرة وغا معنا كان طبقة بس بها لستستفيد منه إذن مشاهدين الكرام تبعنا أراء المواطنين وأيضا المواطنين كلهم يعني متفائلين خيرا بإطلاق رئيس الجمهورية لعدل ثلاثة في السنة المقبلة لسنة الفين واربعة وعشرين إذن أعود إليك أستاذ تبعت معنا يعني ربما تفاؤل للمواطنين بإطلاق عدل ثلاثة هذا يكون ربما بالنسبة لهم يعني فتح أبواب كثيرة وتفاؤل أيضا من طرفهم تفضل أستاذ ربما لديك النقطة التي تكون تتكلم فيها للشرح أكثر حولها تفضل أنا راح باش نكمل فرحة المواطنين نعم طبعا بتالي إنجاز المشروع يزم نحد لما نطلقوها فقط بأنه إنجاز السكنات مدة عشرة أشهر أو ثمينة أشهر نعم يزم نحدد عدد السكنات باش نعرف نقيم المدة هذه قال هل المية تمسك اللي هي هنجز هب في عشرة أشهر أو 2000 أو 1500 نعم طبعا ما نقدروش أما إنجاز ساكن في مدة ثمين شهور أو عشر شهور ساكن نعم مهما كانت المجموعة الساكنية اللي راح تنجز هو ممكن ولكن هذا لذا نظن أنه الوزارة شافت بأنه راح تكون تكلفة ربح الوقت فيه تكلفة إضافية بتالي راح يكون المسكن أغلى نوعا ما مما كان يتداول من قبل نعم كذلك من الأسباب اللي يزم ننزحوها باش هذة السكنات تنجز في مودة قياسية هي وفرة مواد البناء واستقرار أسعارها هذو شرطين أساسيين باش يمشي كذلك نوصل ليد العاملة عندك مكتب الدراسات على هتكلمت عن الدراسات مهم جدا يتحمل كل مسؤوليته لأنه شفنا سابقا كانت بعض التضمرات من المواطنين وهذا للحجم الكبير سكنات المنجزة تشكري ما تشكريه بين مختلف المتدخلين في هذا الإنجاز يجب أن يكون تنسيق تام ومضبوط من خلوش الوازار هنا نقطة ثانية في بعض الأحيان نحن ننبهوا رانا هنا باش ننبهوا في بعض الأحيان تنجز المشاريع واختيار الأرضية ما فكرناش في الاسينيسما وما فكرناش على قولة الأرضية يجب أن تكون مناسبة ما فكرناش في دراسة الشاملة للمشروع كل هذه الشروط توفيرها هو اللي رح يمكننا أن ننجز المسكن في مدة قدرها 8 شهور إلى 10 شهور أكيد طبعا أستاذ وزارة السكن اليوم تعمل على قدم وساق لتوفير كل هذه الشروط شكرا لك أستاذ إذن نعود لك الأستاذ إشادة ريادي نتحدث عن نقطة أخرى تتعلق بموضوع عدد اليوم هناك إشارة إلى إمكانية رفع قيمة السكن هذه المرة بالنظر إلى ارتفاع الحد الأدنى للإيجار ورفع كتلة الأجور بمعدل 47% قبل نهاية السنة إضافة إلى الارتفاع التي أو الذي شهدتها أسعار مواد البناء كما كنت ذكرت منذ قليل مع الأستاذ مراد حسين طيب في نظرك أستاذ هل سيؤثر هذا سلبيا على إقبال المواطنين إلى هذه السيخة؟ شكرا بارك الله فيك يعني هي فكرة رفع قيمة السكن شو الحتمية يعني نظرا للنشط الاقتصادي عامة راح تكون حتمية والمواطنين تفهمها ورغم كل يعني كما نشوفوه من قبل ما بين عدل واحد وعدل ثانين كان هناك ارتفاع في قيمة السكن والمواطنين بقى الإقبال هكذا لأنه رغم كامل وش طلع السومة أو السعر تعددار يبقى منخفض بالنسبة للعقارة في جهة أخرى يعني أستاذي راح يكون إقبال هناك من طرف المواطنين يبقى الإقبال لأنه رغم مهما كان الارتفاع في السكن راح يكون متناسب مع المدخول تعالى للرجل الجزائري ومواطن الجزائري بشكل نعام الارتفاع هنا في السومة أنا نقترح يعني معاه مع الارتفاع هذا في عجلاء نقترح رفع ذاك الشرطة أنت عدم البيع وعدم الكارة لأنه المواطن بش يقدر يتصرف واحد يدي لوجمه هنا في أل جي ومن بعد خمس سنين عشر سنين يروح للصحراء يخدم ولا يبدل يبقى حاصل كيفش يدير نعم شكرا لك أستاذة وشكرا لك أستاذة إذن مشاهدين الكرام الآن نتابع ركن استشارات عقارية مع زميلة نور الهدى خطار ولكن بعد الفاصل مساء الخير نور الهدى مساء الخير زهرة أكيد نور الهدى كما عاوتينا من خلال ركن استشارات عقارية دايما عندك الكثير من الأسئلة في جعبتك من طرف المواطنين ونتي مهتمة بهم نشوفوا اليوم مشراهم عندك أسئلة حول الموضوع أكيد زهرة خصوصا في موضوع عدل وصلتنا عدد كبير من الأسئلة وأحمل من جمعات أسئلة نحاولوا نجاوب عليها مع الأستاذين اللي هم تواجدين معنا ونرحبوا بهم أكيد زهرة أستاذة دريادي هناك سؤال من مواطن هي سؤال وصلنا من عند أغلب المواطنين يقولوا لك فيه هل يمكن لي أني نسجل في العاصمة وما نسجلش في الولاياتي هو شرط أساسي أنه يكون مسجل في مكان إقامته في مكان إقامته هذا أساس وأستاذة أنه يجب أن يكون متزوج من أجل أنه يسجل في صيغة عدل يجب أن يقولون لهم كثيرا في الكنجوان بما أنه أستاذ العازب لا يقدرش يسجل في هذه الصيغة لا لهم مش شرط ولكن كي نشوفه في الامبريمين نصيبه دائماً للزوج بصح يقدر يسجل يقدر يسجل وهو ما عندهش شكرا لك أستاذ عائشة دريادي وبعد أستاذ مراد حسين مهندس معمري هناك سؤال من مواطن يقول أنه قد استفاد من صيغة ألبية ولم يتحصل بعض على المسكن الخاص به لكنه لم يدفع أي شطر يقول هنا هل يمكن له أن يسجل في صيغتين مختلفتين أنه يبقى مسجل في الألبية وفي نفس الوقت يتوجه إلى صيغة عدل أنا نظر بأنه ممكن ولكن بشرف وحيد إذا استفاد في اللي يسجل فيها من بعد ما أنت بغير يتنازل على الأولى يتنازل على وحدة ما يقدرش ياخدهم في زوج أنه ممكن له أنه يبقى مسجل في سرات عين ممكن أنه يحول يختار اليوم يختار البيع وما زال مدفع حتى شطر وربما ما جاتهش حتى القرار يتوجه العدل يسجل ويتنازل يدي التنازل بتاعه في الملف شكرا لك أستاذ من خلال هذا السؤال أستاذا ممكن أن تشرحين بطاقية السكن خصوصا أنه أغلب الناس يحبوا يعرفوا أن نفسهم هل هم مسجلين في بطاقية السكن قبل أنه لا يسجلوا في أي صيغة سكنية هي بطاقية السكن في شيء هذا في شيء ناسيونال كي يدير هو الطالب يتصرى مباشرة من الإدارة ومن بعد يرجعون له إذا كان استفاد يرجعون له يقولوا استفدت وإذا كان موجود مستفاد يجوزوا له ويعطوا له الموافقة إذا كان عنده طعن يزيد يطعن أحيانا يسيب للشخص نفس الاسم ونفس اللقب ويبعثوا له يقولوا له هل سجل في البطاقية ومن بعد يشوف يسيب اللي مشي هو الشخص آخر أعتذر هناك سؤال من مواطن يقول أنه هذا الشطر الأول من سكن الريفي من تلك الإعانة الآن يريد أن يعيدها من أجل استفادة من صيغة السكن من صيغة سكن عدل هنا يرجع إلى دفتر الشروط التعصيغة اللولة اللي دارها إلى دار صيغة السكن الريفي نذكر دائما للمواطنين بدي كل الصيغة هذو عندهم دفعات الشروط يعني كان شروط ممكن يقولوا له إيه يرجع وليه يتنازل بل على مستوى البلدية يتنازل يروح يرجع لدفتر الشروط ويشوف ويخضع اللي ما تنص عليه ويمشي لصيغة اللي يروح بها المباشرة يمكن له هنا أستاذ في هذه الحالة أنه يرجع للمبلغ الأول الشطر الأول يرجع وهو أحيانا لكن موجود في دفتر الشروط يرجع أحيانا تكاين الصيغة اللي يقولك ترجع ولكن مع خصم 10% أو 15% هذي دونك عليش نقولك دائما لازم يرجع لدفتر الشروط التعو يسيب الجواب بالدقيق في الصيغة هذي اللي يدارها في اللغة يعني الريفية طيب أستاذة هناك سؤال من مواطن يقول أنه الأم تعو عملت له هبا عند وفاة الأب تعو كان صغير هو بعد ذلك لم يبلغ السن القانوني بعد كل هالسنوات ستجل في عدل 2 وجد نفسه أنه قد يملك منزل على اسمه لكن يقول أنه الأم تعو سحبت منه المنزل قبل ما يبلغ ثاني 18 سنة كيف يتصرف في هذا الحالة هل هناك أي حال قانوني يمكن له أن يقوم به هنا الإشكال هو ما عندوش مشكلة الإشكال رهوا على مستوى وكالة عدل هنا وكالة عدل لازم تدير الناس أخصائيين اللي تابعوا غير هذا الحالة وهي حالات كفيرة جدا دارت له الهيبة ومبعد فسخة الهيبة دونك هنا أراه ما عندوش ما القرير هم سجل تسجل كما الإنسان اللي شراء وباع شراء وباع ما تقدرش تقول له المهم أنه ما استفادش من عند الدولة وما استفاد حتى من لم بلدية لم ساكن الريفي لم أملك الدولة ما استفادش هذا شرط أساسي ما استفادش من عند الدولة من بعد شراء ولو هبتله وبعد فسخة الهيبة يبقى ما عندوش يعني الشهادة السلبية تاعه رهي ما في هوال دونك هذا يفتحلوا باب باش يدخلوا يستفاد شكرا لك أستاذ أنا على الأستاذ في النقطة هذه بالذات في البطاقية الوطنية وين يخرج المستفيد وين يخرج كتنحاله أهي لم يجرح ثالي هذا سيدكا سيدكا باركا يعني حالة حالة من قدروش نعموها تبقى حالة حالة تدرس وحدها كين بزاف تشوف بعض المواطنين يجيوا يقول كلما عندي او كين اللي عندهم كين كين قانون في حالة ما إذا عنده أقل من 120 متر في محيط عمراني ودولان ديفيزيون فيها شروط كبيرة ولكن ما يمنعش أنه يواصل حتى يحقق الأقرط أنا ضد فكرة لأن أولاد كانوا يكون واحد ورث خاصة المشكل اللي يعانوا من المواطن هو الورث يورث من عند باباه واباه كانت عنده فيلا وهم في ستا وليس سبعة ومعضي ورثوها ويخرج دار وشاهدت نقل الملكية عند الموثب وشهرت في المحافظة العقارية وعنهم الدفتر العقاري يروح بطاقية يسر اسمه هنا تستطيع حقه في التسجيل في الصيغة على ديال وهو عنده إمكانيات بسبب ما واردها وعن والده صاف هنا وش الناس وش ولا تدير المشكل لخلقاته هذا الشرط هذا اللي هو ماوشم ماوشم اللي نهائيا لا للدولة لا للمواطن المواطن لا يدير نقل الملكية ولا لا يصرحش بالتركة لا يصرحش ويبقى يستنح تبيعته للسكنة وهذا إشكال خلقاته طيب أستاذ ومن خلال هذا السؤال هناك أيضا سيدة تقول أنه زوجه استغل محل تجاري وتم منحه له لكن بعد هذه السنة تقول كان يحب نسجل في عدل أنه هذا المسكن يقع فقط في حيث كان تعصصها الأستاذة سكن اجتماعي لكن هما هم حابين يسجلوا في عدل هناك أي تأثير إلا كان عنده هنا ثاني نزيد النبه وكالة إلا عنده محل تجاري محل تجاري يستفاد من السكن على لش ما يستفاد وما أقول لك إلا عنده سجل تجاري لا يستفاد من السكن هنا أنا أرجو إعادة النظر في هذه النقطة واحد عنده محل تجاري دائرة وحده تبيع المطلوع وحده تبيع عندها سجل تجاري هنا ثاني راح نطبع المواطن بش يقول لي ما يصرحش ما يخدمش بطريقة قانونية سين عاودوا نرجعو باستعجال هناك سيدة تقول أنه راتب هزو جملاين وراتب الابن تحزو جملاين هل يمكن لها دمج هذا الراتبين أستاذ نعم نقدره ندمجه راتبين في العائلة ولكن ما يندرش بالفم هنا اسمح لي أستاذ نتدخل صح سيدة سيدة بريوش يقول بسعال إشكال يعني كين نشوفون المشكلة من بعد كين ندمجه كيفش راح يكون السكن هل راح يكون باسم الأم باسمه ما كلاهما أنا نقترح يكونوا في الشيع خلص هو لانتيار سهلا لديال تدلو لانتيار خلص لامواتي يعني كي يخرج العقد يخرج بنسبة واحد عنده الثلث واحد عنده الثلثين ولا هذك عنده النص ولا هذك عنده النص هذين نقترح لديال لأنه تساعد بزاف كثير من المواطن سهل سهل طيب شكرا لكم على كل هذه المعلومات القيمة بهذا زهرا إن شاء الله نكونوا أنه جاوبنا على أغلب الأسئلة ليوصلتنا حول موضوع هذا العدد ونرجع لك سهل زهرا شكرا لك شكرا لك نور الهودا وشكرا لأضموك أيضا على كل الإجابة على الأسئلة التي كنت اتطرقت لها من خلال روكن استشارات عقارية إذن مشاهدين الكرام الآن أدعوكم وأدعو ضيوفي في البرنامج لمتابعة روكن إعلانات تحقرية بعدها نوت للا هوم بروموسيون تعرض عليكم شوقا متكونة من غرفتين زائد مطبخ وحمام شقاق من ثلاث غرف زائد مطبخ وحمام بمساحات مختلفة وشقاق متكونة من أربعة غرف زائد مطبخ وحمام في برج الكيفان ومن ركن أعلانات عقارية مشاهدين الكرام مذكركم لكل انشغالاتكم واهتماماتكم واستفسراتكم ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر رقم الظاهر أسفل الشاشة وهو 055 73 67 51 أيضا لأعلاناتكم العقارية اتصلوا بنا بنفس الرقم والآن وصلنا إلى ختام البرنامج وقبل الختام أشكر الأستاذ مهراد حسين مهندس معمري شكرا جزيلا لك أستاذ شكرا العفو إذن وكما أشكر مشاهدين الكرام الأستاذ عائشة دريادي مفتشة مركزية في أملاك الدولة والحفظ العقاري متقاعدة ورئيسة اللجنة الوطنية لتسيير العقار الاستثماري على مستوى الاتحاد الوطني لرؤساء المؤسسات شكرا جزيلا لك أستاذ الحفو بارك الله فيكم نور الهدى خطار على كل ما قدمته لنا أيضا اليوم شكرا لك أيمن زهر العفو وأشكركم مرة ثانية ضيوفي الكرام في البرنامج على إثرائكم لهذا الموضوع وأشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام متتبعية قناة الوطنية وفي برنامج العقاركم وأشكر كل الفريق التقني العامل معنا من خلال هذا البرنامج لأن ألقاكم في العدد المقبل بإذن الله في موضوع آخر دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر